المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أحياها النهاردة عندنا موضوع مهم جدا ومهم للغاية الأزهر الشريف له دور فعال لا شك أن الجامع الأزهر هو أقدم المساجد في مصر بل في العالم الإسلامي كله بل إن صح القول في الشرق الأوسط الأزهر له دور فعال في مصر في نشر المذهب الوسطي ومجابهة الفكر المتطرف في مصر بل يمتد دور الأزهر خارجيا أيضا وإقليميا يعني إقليميا على مستوى إفريقيا بعثات الأزهر غزت إفريقيا وحررت إفريقيا من الفكر التطرفي ونشرت الفكر الوسطي النهاردة بنتكلم في هذا العام 1600 منحة هذا العام فقط للأزهر في إفريقيا بل إن الأزهر الشريف يلعب دور رئيسي في العالم أجمع من جانب العملية التعليمية الذي ينشرها الأزهر حول العالم أجمع لنشر الفكر الوسطي في العالم الفكر الوسطي الإسلامي في العالم كله النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو المؤتمر الدولي العلمي الأول لكلية شريع قانون بدا منهور تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر المؤتمر بعنوان الوعي الفقهي والقانوني وأثره على التعايش السني دكتور أحمد أستاذ مروان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تفضل مشكورة الأستاذ مروان وقال أن المؤتمر عنوانه على الوعي الفقهي والقانوني وأثره في التعايش السلمي إحنا النهاردة ممكن نكون هنحيط شوية عن تسلسل الحلقات الطبية الخاصة بالأطفال لمدى عشان إحنا عايزين نناقش مدى أهمية فكرة التعايش السلمي فكرة قبول الآخر دور المجتمع المدني في رفع الوعي لدى المواطنين علشان نعرف نسمع بعض نعرف نتفاهم مع بعض من غير ما في الآخر نتخانق قبول الآخر دي حاجة مهمة جدا وشجعنا الإسلام عليها الإسلام دين الوسطية يعني كل الأطراف لو اختلفنا موجودين على طرابيزة واحدة ويقدروا يوجدوا حلول معنا الدكتور الأستاذ الدكتور علي علي غازي أستاذ مرون الأستاذ الدكتور علي علي غازي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشراء والقانون بدا منهور جامعة الأزهر ورئيس قسم الفقه المقارن السابق بالكلية ومدير وحدة الجودة بالكلية أيضا أهلا وسلام بحضرتك أهلا وسلام بحضرتك فنم أهلا وسلام فكرة المؤتمر يا دكتور والله فكرة المؤتمر نابعة من أن الإسلام بيهتم بالإنسان كوحدة جوهرية في هذا الكون الإنسان هو العنصر الذي كرمه الله سبحانه وتعالى و اهتمت تشريعات الإسلام بل الأديان كلها نزلت لأجل هذا الإنسان الله سخر الكون كله لهذا الإنسان لذلك العنصر المهم في هذا الكون العنصر المهم في التنمية العنصر المهم في الثقافة العنصر المهم في البناء هو الإنسان السر والبشرية السر والبشرية الكيان البشري ده لما بيختلف مافيش تنمية مافيش علم مافيش تقدم مافيش حضارة الدول بتنهار الحضارة بتنهار العلم بيتأخر التنمية بتنتهي يعني الناس بتعيش في فقر وجوع بسبب اختلاف العناصر البشرية مع بعضها اختلاف ولا خلاف يعني الاختلاف موجود موجود اختلاف مقبول وعندنا خلاف مذموم غير مقبول لكن الاختلاف المقبول الاختلاف الطبيعي لله أسبابه والاختلاف القائم على أن نحن نحق الحق وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا لذلك الأزهر كمؤسسة علمية عريقة وقديمة وأصيلة في هذا المجتمع وعلى مستوى العالم تعتبر من أقدم الجامعات على مستوى العالم اللي لم تكن أقدمها على الإطلاق جامعة الأزهر والجامع الأزهر والمؤسسات التعليمية في الجامع الأزهر والمؤسسات البحثية في الجامعة الأزهر اهتمت بكل ما يخص قضايا المجتمع نحن جزء من المجتمع لذلك نركز على كل ما يخص هذا المجتمع تنمية المجتمع تنمية الثروة البشرية الكيان البشري الموجود ترابط الأمة وحدة الأمة أمن قوم ده الأمن القوم الأول الأمن القومي اللي بيدافع عن الأرض والعرض اللي بيدافع عن الحدود مين؟ السر والبشر البشر اللي بيبني البلد مين؟ البشر اللي بيرفع المستوى العلمي والثقافي في البلد مين؟ البشر لذلك احنا مهتمين جداً كاهتمام الأزهر كاهتمام كل المؤسسات التعليمية في مصر مش الأزهر بس لكن الأزهر واحد من المؤسسات التعليمية اللي بتهتم بهذا العنصر البشري وهذا المكون لذلك وتماشيا مع سياسة الأزهر قررت جمعة الأزهر ممثلة في فضلة الإمام شيخ الأزهر وبناء على رغبة الكلية في عقد هذا المؤتمر الدولي الأول أن يكون عنوانه الوعي الفقهي والقانوني وأثره في التعايش السلمي وبيرعاه فضلة الإمام وبيرعاه رئيس الجمعة الدكتور محمد المحرصاوي وبيرعاه نائب رئيس الجمعة الواجه البحري الدكتور محمد الأمي أنا شايف أن الفكرة الأساسية نقدر نقول كده ما بين قصين إعمار البشر عشان نعمر الأرض المؤتمر مهتم بكل ما يخص حتى التكوين النفسي قبولي الآخر من داخلي أنا كيف أقبل الآخر عشان نبني عشان ننطلق للبناء لأن طول ما إحنا مش قادرين نقبل بعض حتى الخلاف بين المسلمين وبعض بين مذاهب وبعض طول ما إحنا مش قادرين نقبل هذا الخلاف ونفض هذا الاشتباك بشكل علمي وسلمي كما كان الفقهاء إلى أئمة الأربعة كانوا على خوافق كانوا أشوف كان أدي إيه العلاقة بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم واسمحوا لي يعني هاستطرد في النقطة دي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة لما ندرس المكون البشري تعايش السلم للأمة الإسلامية اللي تكوينت في المدينة كان غريب جدا اليهود الأوسى والخزرج على ما كان بينهم من قتال مرير طويل قديم العنصر الوافد المهاجرون يبقى فيه مهاجرين وفيه أنصار وفيه يهود ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعقد معاهدة وعقد وعهد يجمع هذه الأمة كلها بكل مكونات بكل أطياف يهود عرب مهاجرين أنصار أوس خزرج كل هذا المجتمع ذاب في بعضه مع الاحتفاظ بالخصوصيات يعني يهود بقوا يهود المسلمين والعرب منهم من دخل الإسلام ومنهم من لم يدخل إلا متأخر لكن التوحدة الأمة لهم لنا وعليهم ما علينا لكن كلنا هندفع عن المدينة وكلنا على ترافيزة مفاوضات وراء وقالة والعهود والعقود دفع عن الوطن والحقوق محفوظة لكن الوطن ده يحتاج قوة بشرية تحميل وقوة بشرية تبنيه وقوة بشرية يعني ترفع قدره وتدافع عنه إحنا لو رجعنا للشريعة والمنهج بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي انتهجوا في حياته كلها والصحابة هنلاقي كل حاجة موجودة كل حلول مشاكلنا موجودة إحنا نشتغل زي ما بيقولوا بالمثل الحقيقة يعني لا شك أن ليس في الإسلام فقط حتى نكون منصفين كل الأديان السماوية التي جاءت من عندي رب العالمين في أصلها الصحيح المضمون بداعها اهتمت بهذا الموضوع اهتمت بالكيان البشري وتكوين البشر وجمع البشرية كلها على كلمة واحدة لذلك كل هو الدين نزل ليه؟ ده المصلحة البشر عشان وضع منهجية لتعاييوش السلم المصلحة هو الأحكام الشرعية كلها في كل الأديان ما هي إلا لتحقيق مصلحة ودفع مفسد ومن أهم المصالح بناء الإنسان ومصلحة المجموعة ومصلحة الجماعة بالضبط اللي كله بينتمي إلى هذا الوطن العريق العظيم بكل هذه الحضارة فكلنا بنفكر فيما ينفع هذا المجتمع وما يصب في مصلحة هذا المجتمع لذلك احنا طبعا عقدنا جلسات تشاور وعصف ذهني ويعني خدنا وقت كبير جدا في اختيار هذا العنوان واختياره في توقيت بنحاول نجمع وحدات الأمة كلها المسلمين وغير المسلمين الدول الإسلامية والدول الغير الإسلامية الدول اللي على ديانات أخرى حتى لو كانت بوذية لأنه لازم الشيء بالشيء يذكر نعم الشيء بالشيء يذكر هل في المؤتمر أصحاب ديانات أخرى؟ اللهي احنا ككلية شريع القانون في جامعة الأزهر كان لنا يعني منحة يعني قد يكون غريب لكن احنا انتهجنا هذا المنهج وحاولنا نكون مثال مثال فبداية ليس من المؤتمر فقط تمام عندنا حاجة في الجودة فيما يقص درط الجودة حاجة اسمها المجتمع الخاريكي المجتمع الخاريك الكلية بتأدي خدمات لهذا المجتمع بتقدم منتج تعليمي بتقدم مخرج تعليمي الطالب اللي هيطلع يشتغل في سوء العمل ده منتجي أنا لذلك احنا حاولنا نتعرف على هذا المجتمع وطلبات هذا المجتمع متطلبات سوء العمل لذلك احنا يعني لا تستغرب ان عندنا في من على رأس او ضمن المجتمع الخاريكي اللي بنتعامل معه وبندعو إلى الكلية في ندوات وبيحضر معنا عنصر قبطي قبطي بيحضروا معنا الأقباط وممثلين في المجتمع الخاريكي اللي بنتعامل معه وبييجوا الكلية بل وبيدعمونا وبيقدموا دعم للكلية وانا يعني لا أحب أن أذكر أسماء حتى لا أنسى وأغمط ناس حقوقهم لكن عندي عناصر قبطية في المكونات بتاع المجتمع الخاريكي اللي بنتعامل معه وبييجوا الكلية وبيقدموا لنا دعم ولذلك يعني ودي برضو حاجة يعني بطرحها في هذا اللقاء أنا عندي بحوث من أسدزة أقباط أسدزة أقباط أقباط ومقدمين بحوث تخدم ويعني تصد في هذا الموضوع المصريين 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 نعم المؤتمر دولي لكن عندي بحوث من الإخوة الأقباط تقدموا بها إلى المؤتمر وقبلت 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 العنوان وقبلت الملقص وفي طور التحكيم وإذا كانت منصفة وأنا أتوقع هذا تقبل وتطرح في المؤتمر وتناقش وتكون يعني واحدة من البحوث المؤتمر في الثمانية وتمانين كلية في جامعة الأزهر هموا تمانية وتمانين تمام هل في كلية آمد بالدور ده غير كلية شراق ونوضة ونوضة طبعا كل الكلية بتعقد مؤتمرات أنا أتكلم عن وجود الأقباط والله أنا ما أقدرش أجزم بالنفي أو الإيجاب لكن أنا بتكلم عن نفسي ككلية وأنا مسؤول عن هذا الكلام وأنا مسؤول في وحدة الجودة عن هذا الاتفاع فأنا بالتالي أنا بدعو هؤلاء الناس ومنهم الإخوة الأقباط اللي بيحضروا معانا وأنا يعني أنا بأشيد بالدعم اللي بيقدموه وبيعودوا على المنصة وبيتكلموا وبينهم يعني زيارات مكيان واحدة دكتور في الأول نحن نؤكد وهذا المؤتمر يؤكد ويصب في هذا الاتجاه نؤكد على هذا وبنحاول نشوف نقاط اللي ممكن تكون نقاط ساخنة نزلها والنقاط اللي ممكن نلتقي عليها كمكونات أساسية في هذه الأمة المصرية بنحاول نكتمع على ما يجمعنا خلال وسطية وإحنا ما بناش الحمد لله يعني أنا يعني من اللي بأكد عليه أنه العنصر القبطي بيدعمنا وبيقدم لدعم في الكلية بيقدم لدعم مادي ودعم معنوي كبير جدا ودي حاجة مشرفة أن العنصر الأمة متمثلة في صرح أزهري تور العمر الأزهر له دوره في توحيد الصف أكيد يعني حتى بنشوف في الأزهر بيت الأمة المسلم وغير المسلم نعم المسلم القبطي نعم وفي شيخ الأزهر وفي بيت الأمة شيخ الأزهر على عرفه أنا ما عايز أسهم بيت الأمة بيت الأمة الدكتور يشرح لاني المؤمنة بيت الأمة مؤسسة يعني تم تكوينها لجمع وتوحيد الصف المصري فجامعت جميع أطياف الأمة المصرية وعلى رأسها قطبي الديانات في مصر شيخ الأزهر وممثل الكنيسة البابا أو من يمثله ودول بيقعدوا بيعملوا اجتماعات وبيحاولوا يعني يشوفوا ما يخدم وحدة هذه الأمة وما يجمع شمل هذه الأمة ويوحد صف هذه الأمة ولو فروع بيكتمعوا على مستوى علي جدا وفيه أكاديميين كبار لما بتزهر مشكلة؟ لا 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 دا دوري اجتماعات دورية اجتماعات دورية لا تتوقف على مشاكل لأن إحنا يعني عايزين نبقى سبقين بالضبط الحدث بخطوات آه خطوة استباقية آه مش عايزين نستنى لما الحدث يقع لا إحنا دائما الأزهر وحتى الكنيسة بتفكر بهذا المنطب أنه يبقى فيه استباقية للأحداث نبقى إحنا مؤهلين ومؤسسين لمواجهة أي مشكلة تطرق على هذا المجتمع بكل أطياف بتعائلة دا متواجد في كل محافظة في مصر يعني أنا دايما عندنا في محافظة البحيرة ما كانوا في ضمانهور نعم تمام؟ ده بس تحت مظلة الأزهر تحت مظلة الحكومة المصرية تحت مظلة الحكومة المصرية طبعا لذلك بيبقى أعضاء فيه المسلمين وأقباط فلذلك الحكومة المصرية لأنه ما نقدرش نقول الأزهر إحنا يعني بنخصصه لا فيه موجود فيه ده بقى له كم سنة دكتور والله تاريخه أنا ما عنديش علمي بالضبط لكن من سنين من سنين وقائم ويمارس دور فعال في المجتمع والأزهر له دور بارس جدا 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 في تفعيل هذا البيت طيب عشان نرجع للمؤتمر وما نرشد بعيد المؤتمر اللي هو بعنوان الوعي الفقه والقانوني واثره على التعايش السلمي أهمية المؤتمر بالنسبة لكلية شراع وقانون إحنا ككلية شراع وقانون زي ما قلت حضرتك بننطلق من ما يخدم هذا المجتمع زي ما بقدم له خدمة تعليمية وبقدم له منتج تعليمي بحاول أنه يكون منتج متميز بحاول أنه يكون منتج يواكب العصر ثقافات تواكب العصر عنده ثقافة في التعامل والتواصل والتفاعل يقدر يفتي وينطلق الآن إلى كل المؤسسات في الدولة فيها منتج أزهري بالضبط القضاء للنيابات المحاماء حتى في الإعلام وفي الإعلام ده ده بيخليني أكون قريب جدا من المجتمع لذلك إحنا بنحاول نقدم اللي يخدم المجتمع وننظر فيما يكون من مشاكل أو ما يتوقع أو ما يحتمل لذلك إحنا بنعالج المشاكل قبل حدوثها وبنحاول نوجد أرضية لالتقاء طرفي الأمة الأقباط والمسلمين المسلمين في الدولة المصرية والدول الأخرى سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية حتى تعيش البشرية كلها لأن ربنا سبحانه وتعالى لما كرم قالوا لقد كرمنا بني آدم فأنا عايز الفكرتي في المؤتمر أن البشرية كلها تنعم بكل هذا السلم الاجتماعي والتعايش السلمي كلنا نعيش في سلم حتى مع البيئة أنا يعني لا تستغرب أن التشريعات الإسلامية بتنشئ سلم مع البيئة مع الحيوان قد إيه نقدر نحافظ على البيئة على الحجر والشجر والأرض والخضرة والماء ولما تشوف قد إيه الإسلام بيحافظ على طهارة المجار المائية وطهارة الهواء ونقال دي حاجة مهمة فلذلك احنا بنفكر في لم شامل الأمة وهي الحمد لله ملمومة ليس فيها مشاكل لكن ده يعني استباق لما قد يطرح لأنه طبعا بتطرح أفكار من وقت الآخر أفكار فيها تطرف فيها إرهاب فاحنا بنحاول نستبق هذه الأحداث لتوحيد صف الأمة وبناء مكون واحد قوي يقدر يواجه هذه المشاكل إيه الضرورة الملحة اللي قالت إن أنا المفروض أطلع بمؤتمر ده ده في التوقيت ده والله إحنا عندنا مشاكل يعني لا تخفى على أحد على مستوى مصر أنا عندي أحداث بالدور في سينة وقتل في أولادنا سواء من أهل سينة سواء من أبنائنا في الجيش دول كلهم دمنا بالضبط بل كلهم ولدنا إحنا حريصين على هذا المكون وحريصين على هذا البلد تمام إحنا مكون من هذا البلد كلية شريعة وقانون الأزهر جامعة الأزهر جامع الأزهر ده وحدة من وحدات المجتمع فبيهتم بهذا المجتمع بكل ما فيه على مستوى العالم إحنا شايفين كل يوم أحداث على مستوى أوروبا وقتل في مساجد أوروبا في اللي كان بيحصل في بلجيكا في فرنسا في ألمانيا في أي دولة من دول العالم عايزين تتوحد هذه المكونات البشرية كلها على مستوى العالم كله سؤال بقى ملحة دكتور حيوصل صوتنا أو ما يتم التوصية به في المؤتمر دوت إزاي أو حنخليه على أرض الواقع والتطبير سؤال جميل لأن هذا المؤتمر أبلاقي بقى المؤتمر الدولي أنا جايني بحوث من الجزائر وتونس وفلسطين والعراق آه يعني أنا جايني بحوث أوراق بخصية آه أوراق من كل يعني من دول العالم السؤال العالم كله السعودية وغيرها 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 أنا جايني بحوث من كل الدول دي نمرة اتنين البحث ده بياخد كتاب المؤتمر أو السيدي المطبع فيه بحوث المؤتمر نمرة ثلاثة التوصيات المؤتمر بتنشر على مستوى دولي نالينا موقع والموقع بيتطلع عليه كل الدنيا موقع الكلية اللي جزء من موقع جامعة الأزهر والحاجات دي بتتحطي فيه الموقع ده وبتتطلع عليه الدنيا كلها نشاء الله هيبقى الباحث معه المخرجات المؤتمر من توصيات وبحوث وده رايح بلده هينشر الكلام ده في جمعته هينشر الكلام ده في مؤسسته نمرة اتنين الكلام ده بتحطي على الموقع الكلية اللي تابع لموقع الجامعة وبتطلع عليه الدنيا كلها وعند ملاقصات العربي والإنجليزي هكذا قلت سينا مثلا نعم إزاي هننتقل من حيز البحث ونقاط لحيز التطبيق على أرض الوقت يعني صوت المؤتمر يوصل إزاي لبقى للصراح سؤال جميل جمان وأنا أنا ببدأه من من قبل وصول الصوت هو ابني الابني اللي بيتخرج من الكلية ده رايح فيه هيتجند 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 الله يرضى عنك دكتور هيشتغل هيبقى وكيل نياب هيبقى محقق هيبقى ما هو ده المكون اللي هتفعل مع المجتمع ما هو ابني اللي بيحضر المؤتمر البحث عندي اللي بيقدم لي ورقة بحسية في المؤتمر من أبنائي من أبنائي الكلية المنتج اللي اللي أنا بعده قدامي في المدرج وبيشوفي البحث دي وبعلمه وبعمله ندوات تثقفية ما هو ده اللي بيطلع يواجه المشكلات دي بالضبط هو ده اللي بيطلع على المنبر ويعلم الناس هو ده اللي بيقعد في الإزاعة ويكلم الناس بحاجة بتونشو القوادرك البشري آه بالضبط مدى يعني أنا في سؤال ده أنا بكاو قعدة بيولح برضو علي مدى يعني أنا كنت لسه هاسألك السؤال ده ما مدى أهمية المؤتمر للطالب في كلية الشرع وقانون كمان يعني أنت حضرتك عجبت بسم الله باشاء الله إجابة يعني نموذجية آه إحنا كلية الشرع وقانون دلوقتي في ده منهور بالذات لأنه عندنا آه زيارة خاصة من هيئة الهيئة القومية للاعتماد اعتماد الجودة والاعتماد تمام آه لضمان جودة التعليم والاعتماد الحقيقة لو جت حضرتك دلوقتي وانت بتشرفنا كتير في الكلية ده إي شرع خلية نحل بالفعل الطلبة خلية نحل ربنا يا داري اللي دلوقتي عرضين بيقول لي إحنا عايزين الطلبة بسبقنا بيقول لي عايزين نزين الكلية من بر ما شاء الله الطلبة دلوقتي هم دول اللي بينظموا بالضب هم دول اللي بيقفوا هم دول الصف الأول بتاعي أكيد أنا مجغول باللي جايين ومجغول بالبحوث ومجغول بالتحكيم ومجغول بالتنظيم فكرة مجموعة العمل مجموعة العمل ده هو القاعد هو اللي بيسمع هو اللي بين الفكرة فيه فكرة جديدة يعني طرقة في هذا العام أو العام الماضي تقريبا يعني ربطة أزهاري من أجل مصر آه دي ربطة رائعة وقوية وفاعلة في الكلية يعني عاملين إحنا ربطة في الكلية عندنا اسمها ربطة أزهاري من أجل مصر دي على مستوى جمعة الأزهار آه على مستوى الجمعة وإحنا عندنا فرع منها في الطلبة بتوعنا يعني مؤسسين فيها ودول هم اللي على عاتقهم كل العملات التنظيمية في المجتمع طبعا في الكلية بالمشاركة مع زملائهم الطلاب التنيني فلذلك إحنا الطالب ده هو اللي هيقعد هو اللي هيسمع بحوث المؤتمر هو اللي هيقدم المؤتمر ده ولما حتى أهله بيسألوه ولما زميله بيسألوه كنت فيه إن كان عندي مؤتمر وفيه كذا وكذا وكذا فالمؤتمر بينتشر بهذا الشكل لذلك إحنا يعني حرصين على أنه يكون مؤتمر ليس محدود النتائج لكن مؤتمر يعني على هذا المستوى الدولي اللي جاي لنا منه بحوث تكون ممثلة لهذه الدول وتنتقل أفكارنا الوسطية وتنتقل كلها إلى هذه الدول وهذه المؤسسات أنا والله كنت عايزة أتكلم في موضوع مهم آخر لكن سيد وليد في فاصل سيد وليد طيب طيب نكمل مع بعض يعني عايزة أتكلم مع حضرتك أنت تتكلمت عضرتك في الانتداد الدولي للمؤتمر المؤتمر فيه هل هو إقليمي فقط على مستوى الإقليمي فقط ولا على مستوى العالم كله والله إحنا الحقيقة نشرنا على مستوى العالم عن طريق الموقع الكلية لأن ده بيطلع عليه أي حد في العالم محدش بيقدر يحوشه الموقع أي حد بيقدر يدخله ويطلع على كل فعاليات الكلية حتى الندوات العادية وكذا بيطلع عليها وبيشوف مخرجاتها وبيشوف توصياتها لكن أنا بتكلم على اللي جالي من بحوث المشاركات بقى البحثية المشاركات بقى البحثية على مستوى إفريقيا وعلى مستوى أسيا جالي من فلسطين ومن العراق ومن السعودية وأظن من الإمارات يعني جاء بحوث على مستوى القارتين دول على الأقل كده المجتمع الإسلامي تقريب وأنا فيه ناس مرشحة تيجي من كانوا كلموني يعني مش متأكد أرسلوا لا لا من ماليزيا ومن سلطنة بروناي ومن هذه الأماكن فيه ناس مرشحة أنها تيجي يعني بتفكر تيجي لكن مش عارف ظروفهم تسمح للسفر والتكاليف وكده لأن المؤتمر ما يتكلفش حاجة من السفر يعني اللهم اتعالي مشاهدين الكرام نخرب إلى فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى هاني حب يعمل خير هو ومراته فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاص حياة طفل لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للموليد لغير المقتدرين هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار عشر سنين قامت بعلاج أكتر من 30 ألف طفل مريض 10,000 عملية قلب 8,000 عملية مخ وأعصاب 2500 حوادث طرق وعناية مركزة 2000 حالة أورام 1500 جهاز طبي للفقراء 500 طرف صناعي كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى سداد ديون أكتر من ألف غارمة ممن عليهم أحكام 100 مشروع متناهي الصغر كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحسي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات هاني ومراته جابوا زمائلهم كمان يشاركوا في الخير ده انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون شارك معانا ولو بالأليل بانك مصر فرع إزيس 900 مصر مشاهدي الكرام ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى وكنت بتكلم مع صاحب الدار مش ضيف أستاذ الدكتور علي علي غازي أستاذ الفقر المقارنة وكلت شراء القانون بدا منهور دكتور اللي عايز اشترك في المؤتمر العلمي الدوري في كل الشراء القانون هل الباب أغلق؟ المفترض أنه لحد يوم 20 نهاردة 19 فقدمنا بكرة وفي الحاح من الناس بتقول بس الديني فرصة أبعت أو بعد الملخص لسا بعدش البحث فممكن نميدي يوم أو اتنين للقبول كيفية الاشتراك في المؤتمر؟ هو فيه موقع معلن على موقع الكلية فيه عنوان للتواصل معنا بيبعت عليه الملخص البحث وإذا قبل ملخص البحث بنرد عليه وبيبعت البحث الكامل أو ممكن يبعت لنا رسوم المؤتمر إذا كان من بره أو من الداخل أو لما يجي يدفعها عند الحضور يعني ما فيهاش مشكلة طيب محاور المؤتمر اللي هو موقع في شراء القانون ده منهور إيه هي محاور المؤتمر؟ أنا عندي حوالي سبع محاور تحقق هذا سبع محاور المحور الأول بيتكلم عن المضامين والمفاهيم يعني إيه وعي فقه يعني إيه وعي قانوني يعني إيه تعايش سلمي فكرة حلوة ضربة لأنه الوعي درجة أعلى درجة من المعرفة طبعا فيه واحد عارف وبيغلط وعمال يخطئ لكن اللي بنقول عليه واعي فاهم بإدراءة أعلى من الفهم كمان وعنده الحذر وعنده معرفة بالمخاطر فده واعي لكن مش بس فاهم مش بس عارف لا ده عنده يعني معرفة عالية لدرجة أنه عارف مخاطر وأبعاد وخطورة أنه يعمل كده يعي ذلك آه فده اللي بنسميه الوعي والوعي له شقين شق بقى الفقه الشرعي أيوان وده مهم جدا وفيه الشق القانوني الوعي القانوني التشريعات المصرية وحتى إحنا جاي لنا بحوث من بره فيها تشريعات قانونية غير مصرية ما شاء الله فالوعي التشريعي القانوني قد إيه مؤثر في التعايش ما شاء الله وطمع ما بين الشريعات والقانون ثاري جدا آه آه ضخم وفيه الكمبريتف ده بين الفقه والقانون المقارنة بين الفقه والقانون ودي عملاله ثراء الحقيقة لأن كل بحثنا بتخدم هذه المقارنة بتطلع لنا منتج أو مخرجات طيبة جدا أنا بشوف فكر الآخر آه طبعا وزي بيطبق فكرة التعايش عنه أكيد المحور التاني المحور التاني بيتمحور حوالين المجالات والأبعاد قد إيه إحنا متمين بأثر العبادة العبادة الدينية الناس اللي بتقول السلام مثلا ما تلقي السلام وما تلقيش السلام على مين دي عبادة التهنية المجتمع المعاملة في المجتمع قد إيه نقدر نتعامل مع المسلم وغير المسلم حرمة الدماء حرمة دم المسلم وغير المسلم حتى ولو كان على غير ملة يعني ديانة سماوية يعني السائح اللي بيجي مصر بالضبط مدون تدخل وخد تأشيرة ده أمان فدمه معصوم وماله معصوم حدش يقدر يقدر ايه وعي الناس بهذه القضايا يبقى أساس في التعايش السلم زين يفرق بين الحرب وال آه ده حالات مهمة جدا تسميات المجتمعات النهاردة وأسدتنا وإحنا يعني لسه في مراحل الدراسة كانوا قولوا يا أولاد لازم يبقى فيه تسميات جديدة لدار الحرب ودار الإسلام بقى فيه حاجات تانية يعني محتاجة إحنا عايزين نجدد ونطور ويعني نغير مفاهيم بتقربنا من الآخر وتقرب الآخر مننا خاصة لأن فيه أرضية مشتركة نقدر نلتقي عليها جميعا في خصوص التعايش مع الآخر وفي خصوص بناء الأمة وبناء المجتمع والحفاظ على مقدرات هذا العالم كله إحنا كلنا شركاء في هذا العالم كلنا بنعيش على أرض وحدة كل ما يحدث في أي مكان في العالم يضرنا الهوى والأرض دي والكل ده يعني عناصر مشتركة بيننا تؤثر وصغر العالم الآن بالنسبة للقرية الصغيرة دي بقى إيه بنتأثر بالأفكار الأفكار اللي بتبث في تليفزيون في اليوتيوب بقى إيه بنتأثر عشان كده يعني المؤتمر دا يمكن بيحاول يحصن الإنسان من أي طيف هو ومن أي لون هو بيحصنه يعرف قد إيه قيمة التعايش السلمي مع الآخر قد إيه قيمة البناء والتأسيس وخطر الهدم والتعويق خارج تسيق شوية عن المحاور في مثلا جامعة الأزهر بتقدم خدمة الدبلومة في التعايش السلمي لحد خارج يعني حد ألوم زي حد خارج الحقيقة احنا عندنا يعني حاجات كتير جدا بتخدم هذا الكلام اللي حضرتك بتقولي فيه الموطن العادي بقى يعني فيه دراسات دلوقتي فيه عاملين الرواق الأزهاري الرواق الأزهاري الأزهاري شوفي عاملين الأزهر أنشأ حاجة من الرواق ده المكان المتسع تشوفي الرواق اللي فيه أعمدة كده وأقواس الأزهار عمل أنشأ أروقة في تقريبا أماكن كتير جدا منها أسكندرية منها مثلا في وكه إبلي في القاهرة وشوفي الأساز اللي بدرسوا فيه شوفي الإصطاف اللي بدرس وشوفي المنتسبين إليه والقمم المنتسب من خارج الأزهار من خارج الأزهار تماما بيدرس مواد شرعية أزهارية يعني تراثية عظيمة وقد إيه الناس متفاعلة وأنا كنت في إسكندرية وشوفت أعداد يعني فينه الباب والناس مقرات فين دكتور؟ مقر في العصفرة في مدينة البعوث في العصفرة في الشارع جمال عبد الناصر فده حاجة جميلة جدا بقدم الأزهار لنشر الوعي حاجات زي كده محتاجة تسويق اللي احنا نعرف للناس يعني بنحاول ودي حاجات من اللي احنا عن طريقها أنا النهاردة بسوأ لكلية الشريعة والتسويق ده فن كبير عالي تخصص يعني وللأزهر ولمثل هذا الرواق دي حاجات طبعا محتاجة فعلا تسويق محتاجة شغل وإظهار لهذه القيم اللي قد تكون مغفية عن بعض الناس المحور التالي يا دكتور في المؤتمر يدور حول ايه؟ المحور التالي بيتتكلم عن المعوقات ايه اللي ممكن يعوق التعايش السلمي؟ ايه اللي ممكن يعوق التعايش السلمي؟ والله عندي معوقات كتيرة بنحاول نبحث فيها يعني حاطت مثلا عايزين نعمل فحص وتنقية لمناهج التعليم في الأزهر ولا في في كل مؤسسات التعليمية عايزين نشيل الحاجات اللي ممكن تؤجج فتنة طبعا ما بنحذفش قيمة ثوابت ما بنحذفش ثوابت لكن حتى لغة لغة الطرح لغة الطرح لغة الخطاب التجديد اه دي مطلوب مع المحافظة على الثوابت والقيم والأصول لكن لازم نطرح فكرة تجديد المناهج التجديد يا جماعة التجديد يا جماعة مش عايزين حد يتطول بعد كده التجديد الأثر بيقوم بدوره مش عايزين حد يتطول فيه معوقات أكتر من كده المعوقات الاقتصادية تكريس الثروة البطالة الفقر دي معوقات الشباب عايزين نشتغل على الشباب عايزين نعمل ومنا دكتور عايزين نشتغل على الأطفال كل حاجة بشتغل كل حاجة بشتغل يعني أنا هقول دلوقتي في القصة بتاعة المناهج وإحنا محتاجين حد يوصل للمعلومة صح يعني أوصل فكرة التعايش بطريقة مبسطة من غير تطرف النحي اليمين ولا تطرف النحي ده اللي بخليني أقول لحضرتك بين الإفراط أنا عندي محور بيتكلم عن المسئولية مين المسئول عن الوعي الفقه ده محور من ضمن المحاور من ضمن المحاور مين المسئول مين المسئول عن التكوين وعي الأمة الفقه وليه ما يكونش في كل مدرسة عشان الأطفال دول هم البنية الأساسية واحد أزهري تقصلي لا مش معهد كل مدرسة كل مدرسة أيا كانت بقى ناشونال يعني تعليم دولي في حضرتك على مستوى المدارس أنا متأكد أني فيه لأن فيه مادة التربية الدينية حد متخصص يا دكتور مهدول وحد من الأزهر تربية الدينية آه تربية الدينية غالبا بيبقى أزهري أزهري أو غير أزهري لكن دارس المواد الشرعية الدينية سواء في جامعة يعني الخطاب الديني من واحد أزهري غير الخطاب الديني من أي حد تاني والله أنا شايف أني مكوناتنا كمصريين كلها يعني قيمة وعظيمة فسواء كان أزهري أو غير أزهري ما دمت درس منهج سليم بالزبط واسطي مدروس مهمة جدا آه مدروس ومكوناته مدروسة ومخرجاته مدروسة فسواء كان اللي بيقوله ده أزهري أو غير أزهري أنا أتوقع أنه هيقدم خدمة عظيمة جدا موالأظهر فاتح الباب في معاهد أعداد الدعاة آه موالأعداد الدعاة ده إحنا موضوع الدعوة مش متخصص في دعوة فقط لا أنا أتكلم في خطاب الديني للأطفال اللي أنا بربيهم عليه موجود المدرس حد متخصص من كيجي فيه تلاقي مدرس للتربية الدينية وده غالبا سواء كان خريج أزهر أو غير أزهر هو دارس وفاهم يعني إيه الدين وبيوصل المعلومة صحيح وتفتيش ومتابعة آه طبعا فيه تفتيش وفيه متابعة المطلوب إن إحنا المنهج يبقى مدروس ومفهوم ومقدر لذلك إحنا بنتكلم بعد كده عن المسئولية سواء عن غياب الوعي الوعي الفقه أو القانوني مسئولية الدولة مسئولية المجتمع الجمعيات الجمعيات المدنية جمعيات المجتمع المدني دي تشتغل وتصبر في هذا الاتجاه إحنا بندم عندنا في إنقاذ حيات طفل بندم كل الاتجاهات وكل العناصر وكل الأفكار ده شيء جميل المظلة خدمة المجتمع شيء جميل يبقى دي نقطة إحنا بنتعاون فيه مع قد يكون هناك اختلاف في فروع أخرى لكن النقطة دي جمعتنا فإحنا بنتعاون في الأشياء اللي نقدر نعملها سوا مع بعض طيب عشان الوقت ما يجريش بينا المحور الخامس المحور الخامس بتكلم عن مقومات مقومات للوعي مقومات للوعي أنا عايز وانا بكون طب ايه هي المقومات آه في مقومات دينية مم في مقومات سياسية مم قد إيه وعيه السياسي أنا بكون وعيه سياسي قد إيه حبه لهذه الأمة وحرصه على هذا الوطن وابناء هذا الوطن مم وبناء هذا الوطن تعرف حضرتك أنه التنمية التنمية المستدامة في الأمة كلنا بنسعى ليه طبعا طب إزاي تتم تنمية وأنا ما عنديش وعي بالتعايش السلمي وأنا بأتقتل مع نفسي إزاي تمام لذلك أنا بتكلم عن مقومات الوعي الفقهي سواء كانت دينية أو سياسية أو ثقافية أو إعلامية خطاب الإعلامي خطاب الإعلامي مهم جدا فلذلك أنا بتكلم عن مقومات تكوين هذا الوعي وتكوين سواء كان من الناحية الفقهية الشرعية أو من الناحية القانونية القانونية المحور السادس بعد كده أنا بتكلم عن سبل ووسائل وطرق تحقيق الوعي الفقهي والقانوني لنصل في النهاية إلى التعايش السلمي في طرق كتير جدا بنبحثها منها التجديد تجديد الخطاب تجديد المناهج تجديد الأفكار زي ما بيقولوا وعندنا قواعد عملها أو وضعها فقهائنا التخلية قبل التحلية بنائش الأفكار اللي ممكن تكون مش كويسة ومش متناسبة مع وسطية الإسلام ووسطية هذه الأمة وانتماءنا لهذا البلد أنا بناقش هذه الأفكار وخليها وشيلها وحط أفكار وسطية أفكار تقيم هذا المجتمع في تفعيل القوانين قوانين سواء العقابية أو القوانين المدنية في عندي الخطاب الإعلامي اللي حضرتك عليه عايزين يبقى الخطاب الإعلامي كله تحت كنترول الدولة تحت سيطرة ليس سيطرة الرقيب لكن يبقى فيه ما فيش شزوز لأن وصلت الأمور في بعض الحالات إحنا الآن يعني وصلت إنه بقت الفتاوى مطلقة وأي حد بيطلع يفتي ويقول كلام فطبعا حاجات دي لازم يكون أهلي لهذه المؤسسات عايزة كون مؤسسات واعية وقادرة على تحقيق التعايش السلم المؤسسة اللي بتضم مسلم مع قبطي أو مسيح المؤسسة اللي بتنشر فكري وسطي المؤسسة اللي عارفة مقدار هذا الوطن وقيمة هذه الحضارة اللي إحنا كلنا بننعم على أرض هذا الوطن وبننعم بقيمة هذه الحضارة العالية لو إحنا طبقنا المؤتمر بمحوره والمؤتمر يعني أقيم بسم الله م شاء الله بتاريخ كم؟ في 14 أبريل 14 أربعة أثر هذا المؤتمر في التعايش السلمي أثر إزاي حقق التعايش السلمي المؤتمر والله أنا عندي أكثر من محور بشتغل عليه أيها محور الباحث اللي عنده قناعة وفكرة بالضبط وأنا بنقش فيها كمؤتمر وبنقش على العلن محور المستمع اللي قاعد يسمع وبيني الأفكار محور بحث هينشر على مستوى دولي هينطلق بالعالم على مستوى دولي الدراسات العلية الباحثين في الدراسات العلية بتأصل فيهم الفكر الوسطي وبتأصل فيهم الوعي بقيمة هذا الوطن وقيمة هذه الأمة بتأصل فيهم قد إيه إحنا يجب أن نعمل على بناء لحمة واحدة لهذه الأمة فده كله بيخدم أو بينقل المؤتمر من الناحية النظرية إلى الواقع التطبيق المؤتمر مدت وقد إيه هو يوم واحد لأنه ده أول مؤتمر فعملناه يوم واحد لأنه ده أول مؤتمر أول مؤتمر أجمعت الأزل لا في كلية الشراع وقانون يعني المؤتمر أقيم في كليات أخرى كل كلية بتقيم مؤتمر الجامعة بتقيم مؤتمرات ماشاء الله جامعة بتقيم مؤتمر مؤتمرات كثيرة جدا لا تنقطع تفاهم الأشراف كلية الشراع وقانون انتهت قريبا من مؤتمر طنطة قريبا انتهت من مؤتمر كلية البنات الإسلامية في اسكندرية قريبا انتهت من مؤتمر بالفعل وتم فتقريبا المؤتمرات لا تنقطع فدي التجربة الأولى واحنا عاملينه يوم واحد مع ان دلوقتي البحوث كثرت مش عارفين ربنا سهل نقدر نخلصها في يوم واحد ان شاء الله أخيرا دكتور في بعض الأسئلة وردت ان هل المؤتمر ده قيمة اشتراك؟ طبعا في اشتراك للمشترك من الداخل اذا كان أكاديمي من الداخل داخل جمهورة مصر العربية داخل جمهورة مصر العربية في حدود 900 جنيه 900 جنيه ومن الخارج حوالي 80 دولار 80 دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري وعملين تخفيض للهيئة المعاونة معيد مدرس مساعد عاملين له تخفيض بحيث يعني تبقى يعني نشجعه على البحث وعندنا ناس بتقدم بحوث يعني بدرجة جيدة جدا من مستوى المعيدين ومدرسين المساعدين المشرفين بيشجعوهم من جزء من رسالته أو شبطة من رسالته فعندنا ده وعندنا ده والمؤتمر متاح ونفتوح للجميع ما شاء الله أخيرا دكتورة أنت كان لكي نداء عايزة أو حاجة عايزة أقولها في آخر الحلقة ده فيما يخص الجمعية هو بداية أنا قبل ما أدخل في الجزء ده بحب أشكر دكتور علي يعني نشاط مجتمعي لحمة اجتماعية إحنا محتاجينه في التوقيت ده وإن ما كانش من قبل كمان إحنا محتاجين كل إحنا شغالين عليه إحنا شغالين على ده لكن إحنا بندول هذا النشاط إحنا شغالين عليه في المجتمع الصغير مجتمع الكلية ومجتمع المحيط بالكلية وسوء العمل لكن إحنا بندول هذا النشاط بحيث العالم كله يسمع بهذا النشاط طيب في النهاية إحنا بأمر الله بعد كده في تقارير والحلقة دي هنعرض بعض ما تم إنجازه في جمعية إنقاذ حياة الطب يا ريت نعرض الورق في آخر كل حلقة في الأول يا في الآخر على حسن تمام نبتدي نعرض أستاذ وليد جاهز تمام هو الإنجازات دي يا دكتورة طبعا أنت عايزت يتعرض الإنجازات أفأخذ كل شهر عشان نقول أفأخذ كل شهر يعني على حسب إحنا فضل الله لنا إنجازات كتير بس إحنا عايزين نقول إحنا بنقدم خدمة شكلها إيه بالضبط ومدى أهميتها ومحتاجين دعمكم يعني إحنا محتاجين الدعم دي صورة مونيتور ألماني براون ده تقدم للعناية المركزة بتاعة مستشفى الشابي للأطفال على فكرة العناية دي أخذ آيزو ده صورة من العناية والفاتورة بتاعته أعتقد كان بعشرين تقريبا الصورة اللي ولاة بفاتورة تمام كان بعشرين ألف المونيتور طبعا ده بي إيس ده حاجة تانية أعتقد فاتورته هتيجي ده بي إيس العلامات الحيوية لمريض العناية المركزة لا ده ده المركزة لسه الفاتورة ده أنتريل عروسة إحنا بناخد الحاجات المستخدمة ونبتدي نجددها عشان نوفر بقدر الإمكان عايزينه بنقول الشرايح على فكرة ودول بيبقوا أهل مرضى يعني إحنا في الأصل بنخدم المرضى ودول زاوية تنتخدم المرضى بقى من الألف نليا بنحاول قدم النقدة لأن المرض بيهلك وبيقطم الوسط بالضبط أنا برضو بعتقد أن المرض ده هو كمان أمن دولة هو العنصر البشري دي كانت مرأة جاية يوزد بره دي طرف بشري ده طرف بشري ألماني لأن إحنا بنخدم برضو ضحايا حوادث الطرق وضحايا مرض السوقة اللي بتدي يعمل غرغرينة في الرجل فبنحاول نحط أطراف بشرية الكوالت فتاعة عالية الألماني أفضل حاجة ده تقريبا كان بخمستاشر ونزل لعشر تلاب دي فاتورة الطرف دي كده فاتورة الطرف كمان يا جماعا نعدي دي برضو بنحاول نبين الميكانيزم إحنا بنقيس إزاي بنشتغل إزاي أو الشركة بقى المتخصصة اللي احنا متعاقدين معها تمام بتقيس على المصاد رجل المصاد دي سداد دين للغارمين معظم الحالات اللي عندنا بيبقوا مسالفين بسبب ديون المرض تجيب دواء وتجيب كيميائي دي فاتورة مستشفى بسبع عشرين ألف جنيه لضحايا حوادث الطرق والعناية المركزة دي تقريبا بتاعت القضية برضو الرتل للغارمة معرضناش فاتورة المونتور فاتورة المونتور معك دياب عشرين ألف مش موجود على ممكن نعرضها الحلقة الجاية اللهم مستعان مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعوني إلى أن أشكر الأستاذ الدكتور علي علي غازي وأستاذ الفقه المقارم كلية الشريعة وقانون بيدا منهور جامعة الأزهر ورئيس القسم المقارن السابق بالقلية ومدير وحدة الجودة بالقلية شرفتنا ونورتنا ونورتنا وحضرتك أستاذنا وتجرسنا طبعا الله يرضى عنك دكتور عيمان أنا بشكر حضرتك طبعا رغم الظروف اللي أنتوا كنت فيها لكن أفصريت أن تتحضري هذه الحلقة ربنا ينفع بعلمنا الأولئي اللهم مستعان مشاهدي الكرام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته